السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة تيكلا ستيل ان شاء الله احنا هناخد مع بعض كرس الستيل على برنامج تيكلا ستركشر 2020 في فيديو في الاول هيبقى ازاي نحمل وزاي ننزل البرنامج ونعمل الكرات بتاعه تمام طيب النهاردة هناخد سيشن تلاتة سيشن تلاتة بتتكلم عن ازاي نعمل ازاي نسايفها وازاي نعمل لها لوت بتاعتنا تابعوا معنا الشرع يعني ايه ده نزان شغال به التكلا التكلا بيحب يسيف الابشنز او الحاجات اللي انت بتعملها كخطوات يعني مثلا انا هنا دخلت روحت ايما كاتب هنا مثلا الترينيج فيو تمام وهنا اخترت سيشن واخترت كل الابشن من عايزة وعايز خمسمية وخمسمية طب انا لما اجي اعمل فيو هدخل كل مرة وعمل كده ودور وعمل قال لك لا طبعا انت ممكن تاخد الفيديو ده وكل الاعدادات اللي انت عاملها دي خمسمية وخمسمية وليستري دي او بلان مثلا انا هنخلي بلان وتعمله ايه؟ تعمله سيف اس طيب سيف اس ده سيفه فيه اهو هنا بقى نتوه هنا في الاتريبيوتس الاتريبيوتس دول انا اصلا سوريا ما كتبتش هنا اسمه هنخليه مثلا تريني كده هو سيف الاتريبيوت ده باسمنا باسم الكورس طيب هو اللي تكلح فيه اكتر من الاتريبيوتس مثلا انا فتحت اسمبي هود وعملت موديفاي طيب فتحت مثلا اي حاجة وعملت موديفاي طيب مش بتعدل ليه؟ هقولك لان انت لما تختار مثلا بي سيب ليل نازم تعمل لها ايه؟ لون اعملت لها لون موديفاي بتلاقي المضوع اتغير طبعا انا هنا مفرقش كتير لان احنا بارنا مختارين بلان ومختارين حاجات كده بسيطة طيب دلوقتي انا سيفت ايه بقى الاتريبيوتس الاتريبيوتس بيسيفي الحاجات اللي انا عملتها يعني مثلا انا غيرت في البلان وغيرت في الوان وغيرت في الوان وغيرت في زي ما في الكاد بناخد Layers بس المهم هدوه انا اسمارت اكتر لان هو ذات نفسه اعطيني اتريبيوتس بيخليني اعمل انا كمان اتريبيوتس انا انا دخلت في الترينينج انا طول اعمل لود وعمل موديفاي مفروض ده كده اتضاف الترينينج طيب دلوقتي كأننا ايه؟ كأننا احنا خمسة عاديين في مكان وبناخد درس فاحنا كل واحد المفروض بيحافظ مكانه خمسة بيحضوا جنبه بعض طيب لو جه احنا الراكل بتاع الدرس ده بنقوله جهز لنا المكان بحيس ان احنا الخمسة نيجي نقود نيجي لاقي المكان متجهز بكل حالة ومحتاجين جنبنا مكان الكهرباء عشان نشغل اللاب توب وكده فهو انت قبل ما تيجي بتدخل بتعمل انت كده سيفته الاتريبيوتس في تيكلام انت كده فاهمته ان احنا خمسة عاوزينا خمس كارسة بنفس الترتيب بنفس كل حاجة زي ما انت شايفنا دلوقتي المرة الجاية لما احنا نيجي هيرلاقي ان التكلم سيب لنا الخمسة عاكم بسيب لنا كل حالة احنا عملناه طيب انا جيت وانا في النص بعدل مثلا انا خدت الكورسي التالي مش مرتاح عطيته مكان الكورسي الاولي يبدل هل هو الاتريبيوتس هيفهم ان انا عدلت لا هو متسيب على اول مرة عاوز تغير التعديل هتسيب علي علشان تبدل الاماكن او تغير اي حاجة هتسيب عليه انما انت مثلا عندك كمرا مساحتها وحطيت عمود تاني او كامرا تاني هو مش فارق معي كل الكلام ده هو تغيير الوان مثلا هو بغير في او مش عملوش علاقه بالعامدة وملوش علاقه بالرأس من هاي تمام طيب اللي كده احنا سيبنا الاتريبيوتس عايزين مثلا نخلي سريدي بدل بلان او مثلا انا خليته سريدي اعمل سيف اس كده خلص سريدي وانا او رجح سريدي عرفنا ساي ان احنا نعدل الاتريبيوتس عندما انا مثلا عند خلطها عايز اخليه بقى بلان عايز اخليها اي حاجة وما سيفتش ما عملتش سيف اس هيرجح زي الاول كأنه ما عملتش اي حاجة وما شافش حاجة طيب الاتريبيوتس بتاع التكلة اللي بتنزل مع البرنامج من سعيفة فين هندخل هنا هنعمل open model folder هفتح لنا اللي فولدر بتاع التكلة بتاعنا طيب هل نتفتح هنا اللي الفولدرات لي هنلاقي اتريبيوتس ثاني واحد كل الاتريبيوتس اللي تكلة هعملها ونزله مع البرنامج لان فيه كتير جدا وهنشوفه حتى في حاجة كتير او فادي الاتريبيوتس طيب فين احنا لو دورنا ان احنا لسا عاملينه اهو او اي ده الاتريبيوتس طيب انا دلوقتي سيفت الاتريبيوتس بتاع الفيو ومحتاج اني اخدها مسلا اشتغلت في مكان او حاجة ومش معي اللاكتوب بتاعي فمحتاج ان الابشن ده يبقى معي قدام بحيس ان مش كل شو هي عامل اتريبيوت لفيو اتريبيوت لحاجة يبقى انا مسايف حاجة بالعكس هاخد ده موضوع سير خارس هاخده كوبي وهفتح الفايل بتاع الكمبيوتر التاني هدخل فيها اول ما هدخل هنا في تيكلا هفتح تيكلا هلاقيه كأن تيكلا هو اللي عامله مش كأنه اللي عامله فدي حاجة سمارت بصراحة في تيكلا همنا كده خلصنا الابتريبيوتر موسيقى 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 اشتركوا في القناة